سلام المسيح مشاهدين الأحباء مرحبا بكم في حلقة جديدة ومباشرة من برنامجكم المرأة المسلمة ومرحبا أيضا بمشاهدين على صفحات التواصل الاجتماعي لقناة الحياة وصفحة المرأة المسلمة على الفيسبوك انتم دلوقتي بتشاهدونا على الهواء مباشرة حلقة النهاردة هنستكمل فيها بعض المواضيع اللي احنا طرحناها الأسبوع الماضي الأسبوع اللي فات طرحت مواضيع ومعرفتش أكملها لأنه الحقيقة الحلقة كانت فيها تفاصيل كتيرة جدا عن موضوع الحمد لله على نعمة الإسلام ففضلت أن أنا أنتظر وأكمل بقية المواضيع في حلقات تاية لأنه الوقت ما كفاش علشان كده حلقة النهاردة هتكون بعنوان الصلاة على الرسول وبرمجة العقول فحلقة النهاردة حناش ليه بتصلي على محمد لماذا تصلي على محمد يقوله محمد تقول صلى الله عليه وسلم تقول بقى ايه يا حبيبي يا رسول الله وكل الكلام اللي احنا اتعودنا نقوله لما يذكر اسمه ايه معنى الصلاة عليه سؤال مش احنا بس اللي بنسأله كناس عاديين لكن ايضا شيوخ المسلمين سألوا هذا السؤال وبحثوا فيه والنهاردة هننقش بعض إجابتهم وبعض الحاجات اللي هم لقوها عن ما معنى الصلاة عليه تصلي عليه ليه وإيه معناها وده يعني ليك ايه النقطة التالتة هي برمجة العقول وسيلة الخائفين ودي هتكون نقطة الختام بتاعتي في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن عبارات احنا اتعودنا ان احنا نرددها بلا فهم عميق للي احنا بنقوله من اثار سلبية على حياتنا في الحقيقة يعني انا كنت فاكرة ان انا هتكلم في موضوع النهاردة الاسبوع اللي فات لكن الوقت ما اسعفنيش وطبعا كلما بحثنا وجدنا ان فيه اكوام من المشاكل الاسلامية اللي انا هقدم لكم بعضها النهاردة خلينا يعني تخص هذا الموضوع بالذات موضوع البحث انه انت ليه بتصلي على محمد في حلقات كتيرة اتعملت على الموضوع ده فيه اراء كتيرة قدمت لكن انا عايزة اقدم لكم الفكرة دي الصلاة على محمد وانت ليه بتصلي وده يعني ايه ليك وده يعني ايه بالنسبة لله وده يعني ايه بالنسبة لمستقبلك وحياتك الروحية وكل ده يعني انا عايزة اقدمها بصورة مبسطة من وجهة نظر ناس بوسطاء ولكن مستندين على الفكر الاسلامي والتعليم الاسلامي والتراث الاسلامي في ما يخص هذا الموضوع خلينا نبتدي بالنقطة الاولانية ليه بتصلي على محمد انت يعني انت وانت لما بتسمعوا اسم محمد ليه بتصلي عليه انا اقول لكم تجربتي الشخصية لاني انو انا كمسلمة سابقة اتربيت على كده انا تولدت لقيت جدتي بتقول لي كده لما يذكر اسم الرسول تروح يمصلي عليه عليه على طول لازم تقولي صلى الله عليه وسلم لو ما قلتيش صلى الله عليه وسلم يبقى في مشكلة المشكلة ان انا مش حردي الله كده على قد فاهمي لكن في نفس الوقت انا كنت فاهمة انو دا يمكن كمان نوع من الخطأ الخطيئة الغلط في حاجة نقصة انا ما عملتهاش وكان لازم اعملها وده اللي بيقوله التعليم الاسلام فيتقال اسمه نقول حتى لو كنت يعني يعني انت عارف مثلا انك انسان خاطي وعايش في الخطيئة وبتعمل حاجات ما ترديش ربنا لما يتقال اسمه لازم برضه تصلي يعني تبقى عارف انه انت يعني جواك انفصال بين انا انا ما بصليش حتى ما بركعش صلوة لكن لما يتقال اسمه لازم اقول كده بتصلي عليه ليه انا عملتها تعود قالوا لي كده عملي كده فسمعا وطعا عملت كده دي قانون من القوانين الاسلامية لكن الواقع انه المتحدث في القرآن جعله فرض عليك لما يقول في سورة الاحزاب حنشوف كده السلايد اللي جاي ده بيقول كده في سورة الاحزاب ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسلم الآية القرآنية ايه قدامكم تعرفوا انه فيه كتير من المسلمين يمكن ما يخدوش بالهم انه موضوع الصلع على محمد ده جاي في اطار قرآني فالشيخ عمر عبد الكافي بيتكلم عن الآية دي في موضوع الصلع على محمد وبيقول ايه ان الله في هذه الآية ده بيخبر بيخبر الناس بيقول لكم كده انا الله اهو والملائكة احنا كلنا بنقعد كده نصلي على محمد ونسلم عليه نصلي ونسلم طول ما احنا عادين على محمد لكن انتوا بقى تصلوا عليه وتسلموا انتوا كمان بيديكم بقى ايه فرض ففي الاول جزء منها هو بيخبركم وفي الجزء التاني هو بيقولك انت كمان لازم تعمل كده وعندما يقول الله انه انتوا يا ايها الذين امنوا صلوا عليه دي ما عندكوش اختيار فاذا لما الله يدي فرض ويدي امر يبقى فيه عقب عليه في حاجة هتنقصك اكي اه ف ده الوضع اللي بيكلمنا عنه الشيخ عمر عبدالكافي بيقول كده انا والملائكة قاعدين نصلي على النبي وبعدين يروح مديك امر ان انتوا كمان صلوا عليه وسلموا فبقى عندك امر الهي من منظور المسلم المسلم اخد امر الهي من الله الامر ده جعل الصلاة على محمد من الزكر دي مشكلة كبيرة جدا الشيخ بيقولوا كده انه افضل الذكر هو الصلاة على النبي تصوروا اعظم الزكر هو انك تصلي على النبي انك تقول صلى الله عليه وسلم انت يعني على قدر فهم يا جماعة على قدر فهم الانسان البسيط احنا بنبقى عارفين انه الذكر ده المفروض انه انت بتذكر الله انه انت بتمجد الله بتعظم الله لكن لماذا تعظم وتمجد بشر الى جانب الله ده سؤال يجب ان انت وانت تسألوه وانتوا قاعدين كده بتتفرجوا ومتغذين ان انا بتكلم على رسول الاسلام بدل ما تضغذ اسأل نفسك لماذا يجب على المسلم ان يعظم بشر وهو يذكر الله ويقول شيوخ الاسلام واقمة واعلام الاقمة المسلمين بيقولك انه اعظم الزكر هو الصلاة على النبي ازاي كيف تقبل هذا الامر ان يذكر محمد الى جانب الله بهذا الشكل وانه يكون اعظم الزكر هو زكر محمد هو اعظم من زكر الله يعني لما تقول سبحان الله سبحان الله احسن ولما تقول صلى الله عليه وسلم يعني ايه دور ربنا هنا في الموضوع هنا الله هو اداء مستخدمة لتمجيد محمد الكلام ده كلام صعب ما فهمتوش الا بعد ما ربنا فتح حناية على الحقيقة بصلي ان الله يفتح عينك وعينك النهاردة وانتو بتسمعوا الامر التاني بقى انه محمد اكمل الكارثة بقى حديث تعد المؤمنين بالسواب والشفاعة وازالة الهم والغم والقرب والضيق والطريق للجنة كل ده يعني تسمع الشيوخ وهم بيقولوا صلاتك على النبي تزيل الهم والغم والقرب يعني برضو من بحس ان احنا في محل اعتارة وانت بتاخد وصف ف بس محمد اكد الكلام ده في عدة احد الشيخ عمر عبدالكافي بيقولك انه يعني في اخر في يوم الايامة بقى والناس بتمشي على الصراط المستقيم وقالك بقى الصراط ده بقى حد السيف كده يعني يبقى رفيع قوي بقى والناس تمشي عليه زي حد السيف وقالك انه في ثلاث انواع من الناس هيعدوا عليه الانسان يعني مش مهم انواع الناس ما اهمينيش قوي الموضوع ده المخدوش والمش عارف ايه ابقوا اتفرجوا على الفيديو وهو يشرح لكم ايه انواع الناس اللي هتعدي على الصراط لكن المشكلة انه الناس اللي هتعدي على الصراط دي منهم ناس هيعدوا فهيبقوا هيوقعوا في النار فييجي صلاتهم على النبي تنقذهم من الوقوع في النار ازاي انك تعظم بشر ينقذك من الوقوع في النار وده بيقدم الى الله خليني وريكم بعض الصور اللي جات على صفحتنا في الفيسبوك بعد التعليقات انا حطيت يعني سؤال انت ليه بتصلي على النبي وحطيت عنوان الحلقة عنوان الحلقة هو اللي انا قلته لكم الصلاة على النبي وبرمجة العقول الصلاة على الرسول وبرمجة العقول فالناس ابتدت ترد ازاي بقى محدش محدش قال لي هما يعني ليه بتصلي على النبي انا سؤالي انت بتصلي على النبي ليه فالردود بقى كانت كده عليه افضل الصلاة والتسليم يا حبيبي يا رسول الله صلوات ربي وسلام وعليبي ابي هو وامي عليه افضل الصلاة والسلام عليه افضل الصلاة والتسليم شوف اللي بعده اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك عليك وعلى دي عجبتني صلي عليك الله يا عالم الهدى مهبة النسائم ومناحت على القيك الحمائم صلوات الله وسلامه عليك يا حبيبي يا رسول الله ده يعني يعني كل واحد عايز يغطي قطاع كبير من الصلاوات عليه الصعب العدد وبعدين بقى تشوف البوست الأخير ده اللي هو اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وصلى الله عليه وسلم وقلوب بقى كتير ونبينا وحبيبنا ومش عارف ايه وبعدين حصل حاجات يعني قاعدوا يعملوا copy و paste فرقعة بقى كل واحد ما بيردش وقاعدوا يقولوا لك بقى كلما ذكرك الزاكرون ومش عارف ايش copy paste copy paste copy paste طب خد ثواب بانك ترد على السؤال الاصلي لو انت عايز تاخد ثواب يعني خد ثواب بانك ترد على السؤال الاصلي انت بتصلي عليه ليه انا بسأل سؤال خليني اقف هنا وقولكو حاجة انا عايز اسمع تعليقاتكو انتو احنا الحقيقة بقلنا فترة واحنا عندنا مشكلة في التليفونات وكل شوية نكتشف حاجة بتعيق موضوع الاتصالات اللي على الهواء الا تليفون الواتساب هو التليفون الواتساب اللي دلوقتي الاسبوع ده هو اللي شغال تقدروا تتصلوا بارقام الواتساب وده حيدخلكم على المباشر والرقم على الشاشة هو ولكن كل الارقام اللي هنحطها على الشاشة النهار ده اللي هي الارقام العادية اللي انتو بتتصلوا بيها للستوديو من كندا او من امريكا او من مصر او من اي مكان الارقام دي ايضا موجودة وتعمل يعني تقدروا تستخدموها لو انتو عايزين تتصلوا وتصلوا مع الكاونسلرز والمرشدين اللي موجودين للصلاة معاكم والرد على اسئلتكم لكن لو عايزين تتصلوا بيها مباشرة فاتصلوا برقم الواتساب اللي موجود على الشاشة هيتحط بعد قليل اهو اوكي تكلم اله الاسلام عن صلي على محمد تاخد عشر حسنات وتشلك عشر سيئات وتشتفع عشر درجات تربينا على اننا بنسمع كده طب ما انا اقعد بقى احط كل الحاجات اللي هم احطينا على الفيسبوك دي مصر كمان لما الناس بتعمل لك كابيو بيست انت بتاخد حسنات المفروض ده كلام فاضي ده زي بالضبط عارفين في حاجة اسمها البيزنس الاعمال اللي بتتعامل دي اللي بيقولوا عليها هرمية الشكل تخلي ناس انت تحطهم تحتك هم يبيعوا فانت تاخد نسبة او انك مثلا تحط عشر دلار في البورصة فتبقى مية فهي كده انت داخل في بورصة داخل في مزاد يمين يزود اذا قلت بعدد مش عارف ايه يبقى بعدد اوراق الشجر النهاردة انا بصلي على محمد فانت اخدت بقى بعدد اوراق الشجر حسنات بس لازم يكون الشجر عليه ورق ما يكونش خريف صح المسألة لازم ان احنا يعني نقف نفكر لماذا يتعامل الله مع الانسان حسب قدرته على اداء اعمال ليه ازاي ده ممكن وانت وانا عارفين ان احنا قدرتنا على عمل الخير والصحة وكل ده قليلة جدا وقدرتنا على اننا نعمل الغلط اسهل واسرع كثيرا الكتاب المقدس بيقول لنا كده على فكرة يعني بوليس الرسول بيقول انا بحاول اعمل الصح وبرده الجسد اللي فيه بيغلبني ساعة فانت بتصلي على النبي علشان خاطر انت دخلت في مزاد مين يزود شوف الحديث اللي جاي ده محمد بيدي ارشادات عن كيفية الصلاة عليه بيقول لك بقى يعني ده من افضل الاستنباط بتاعة الصلاة على محمد فبيقول لك حدثنا هارون عن بسا عن عثمان عن 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 كلهم قال اتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال سمعت الله يقول ان الله وملائكته يصلون على النبي ودي الآية كلها فكيف الصلاة عليك يعني ايه اصلي عليك ازاي يعني فقال له قل اللهم اصلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد طيب طبعا ده بيقوله انه ده افضل تعبير للصلاة على محمد فكل ما تسمع اسمه تقول الكلام ده مفيش حاجة ازعاجتكم في الامر ده هل ذكر الله مع محمد يعطيه صفة التأليه فكر ذكر الله مع محمد او ذكر محمد مع الله يعطيه صفة التأليه ولا لا فكر الدين اللي بيحارب المشركين في كل مكان بيكبر المسلم في قراءته للقرآن وفي ازانه وفي صلاته اليومية خمس مرات في اليوم على ان يشرك مع الله محمد او يشرك محمد مع الله ده كلام كبير طبعا مش كده خلينا نشوف بقى تحضروني الفيديو اللي جاي ده انا انتوا شايفين ان انا بقول كلام كبير وكلام صعب انكم تسمعوا وانا شايف التعليهات ومقدرة جدا مدى قلمكم ولكن شوف الشيخ علي جمعة حيقول ايه كمثل على يعني تأليه هذا الشخص وعلى فكرة هو ليس وحده في ذلك خلينا نشوف الفيديو اللهم صلي على سيدنا محمد انسان عين بحر الوحدة السارية في جميع الموجودات يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو الانسان الكامل هو النموذج الذي خلق الله سبحانه وتعالى الخلق من اجل ان يصل الانسان الى هذا النموذج اقول لك اللهم صلي على محمد يعني اسمعوا العبارة تاني انسان عين بحر الوحدة السارية في جميع الموجودات يعني حط محمد كمركز للوحدة الوحدة السارية يعني هو الحاجة المشتركة الوحيدة في جميع الموجودات وقال لك ده حلو ده كويس لانه محمد هو الانسان الكامل الله خلقه علشان يوصل الانسان الى هذا النموذج انا عايز اقول انه الفرق بين الكمال اللي من منظور الاسلام وكمال الله يعني فرق شاسع جدا الكمال عند الله قداسة الكمال عند الله نقاء صفاء صدق عدل رحمة الكمال كل ما هو جميل وعادل ومقدس عند الله لكن الكمال في الاسلام لو وضعت محمد كنموذج ليه هتبقى يعني مشكلة كبيرة جدا النموذج الاسلامي هو اذا قلنا ان النموذج الاسلامي للكمال هو محمد وانه يعني هذا الاله اللي قاعد يصلي ويسلم عليه عمال على بطال ما عنده شغلة غير انه يصلي ويسلم على محمد هذا الاله يجد انه افكاره بتتطفق مع افكار محمد هتلاقي مشكلة كاملة كبيرة جدا لان اختيارات محمد كلها كانت اختيارات فيها خطايا وفيها تعدي على الله وفيها تعدي على الناس وفيها عدم ضبط نفس يعني هنتكلم في الموضوع ده وتكلمنا عنه حلقات كتيرة هو يقولك انه محمد عمل كذا 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 وتلاقيه عمل جريمة واغتصاب ومش عارف ايه وبعدين يقولك صلى الله عليه وسلم ويقبل المسلم ذلك لانه عنده امر انه يقبل ذلك من محمد لكن الانسان الكامل من منظور الله اللي الله وضعه في يسوع المسيح الله الظاهر في الجسد اللي البشر كلهم اللي كانوا موجودين في هذا الوقت والى الان عبر العصور الكل بيقول انه بلا خطايا انه كان انسان يجول يصنع خيرا يقدم للجميع الى الصليب مات عن البشرية جميعا الله صمم هذا الامر انه يكون هو نفسه من يقوم بالفداء لانه كامل وانه كلنا كبشر نقصين من ينين بالخطايا فمش ممكن يكون فينا موذج انساني كامل الا بيسوع المسيح بس شوف تكملة يعني تأكيد الشيخ علي جمعة للموضوع ده نشوف الفيديو اللي جاي فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ ناسا منزاه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منفصل هذا الانسان الكامل هو الذي تسري صورته في جميع الخلائق لان كل الخلائق الانسانية هداها الله النجدين وعطاها الارادة والقدرة فهل فعلت مثل ما فعل نفرض نعم فعلت يبقى على قدم النبي ويبقى وارث محمدي هنا اما بيتكلم عن يعني يقولك فجوهر الحسن فيه غير منفصل يعني هو خلى محمد فيه جوهر الحسن كل يعني ده ويقولك هذا الانسان الكامل الذي تسري صورته في جميع الخلائق شيء مرعب انه يكون هو ده الصورة او النموذج اللي المسلم لازم يهتدي به يقولك والله اهداه النجدين والقدرة وبيتكلم عن الانسان عموما بعد الوقت يا الله اهداك النجدين والقدرة ولو فعلت مثل محمد يبقى على قدم النبي ويبقى وارث محمدي يعني انت انت ما جيبتش حاجة من عندك لكن كل اللي انت تقدر تعمله انك انت تكون تابع لمحمد وزيه ودي كارثة كبيرة لان احنا شفنا صورة اللي زيه ظهروا في الشيوخ المتعصبين والناس اللي انتو بتقولوا عليه متعصبين ومش عارف ايه وكل الافعال اللي عملوها الداعشيين كلها من افعال محمد واختياراته ما وشبهوا كده فازاي ده يكون هو المثل للقداسة يعني افعال محمد واقواله لا تدل على القداسة ابدا محمد نفسه خالف الشريعة اللي هو جيبيها يعني يا ريت ترجعوا للحلقات اللي عملناها انه محمد خالف الشريعة المحمد والصحابة يخالفون الشريعة حلقات عدة عملناها في الموضوع ده من كل ما تقدم يعني في النقطة اللي فاتت دي انا بقول انه الصلاة على بشر شرك مع الله وان الشيطان بيعلن حسده وغضبه من خطة الله الصالحة لحياة الانسان في ما صوره في محمد وفي الاسلام خليني اخد مكلمة الاخ عمر من الجزائر اهلا بيك اخ عمر تفضل هلو اهلا اخ عمر سلام المسيح معك تفضل اهلا الاخد عندي فقط مدخلة تفضل انا من الجزائر مرحب بيك اهلا الموضوع اللي تكني بأفيه اهلا احنا في الجزائر اهلا ما نعرفوش اللغة العربية اقوش وانا حاولفها تفضل الموالي اللي ركيت تتكلمي فيه على الصلاة على نبيهم نعم انا نحوس افهم احنا هنا في الجزائر امازيغيو نعم عندي جدتي ما تعرفش لغة العربية تسمعي لا سمعك تفضل وتصلي وقلت لها جدتي واش عاركي تقوللي تقوللي انا نقوللي حم 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 و ما عنيش ما تعرفش لغة العربية وهي تصلي صح مزبوط وما فهمتش أنا المختعة نعم بابا يصلي قلت له يا بابا واش عارك تقول في صلاة تاعك نسمع له يقول تبت يد أبي لهب احفظها ابرى يقولت له وليت تعرف واش معانات هات تبت يد أبي لهب نعم قاللي ما نعرفش ابرى شرحت له واش معانات هات تبت يد أبي لهب أبي لهب عموط على الرسول نعم و قلت له هذا مشكلة على الرسول وأبي لهب مشكلة مشكلة وأبي لهب مات 14 القرون واش دخلك في أبي لهب رك تصب في وانت تعرف تصليب كرمان بيشتم أبو لهب ليحنا ملنا يعني مش كده نعم 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 اخا عمر انت بقالك قد ايه عابر مشكلة ونعم انت عابر أنا مسيحي أنا مسيحي أعمل بيشو المسيح مجد للرب بقالك قد ايه عابر يا عمر ها بقالك كم سنة عابر مسيحي أنا كنت من 1990 1999 حتى الآن مجد للرب مجد للرب يا عمر أنا بشكرك جدا وبشكرك على المداخلة لو تحب تقول حاجة في موضوع انه يعني ايه فايدة انك كل ما تسمع اسمه محمد تصلي عليه هل يعني الترديدات دي بتفيد المسلم شيء في حياته الروحية ما تفيدوش ما تفيدوش والمسلم ما يعرفش القرآن ويأمن بالحاجة اللي ما يعرفهاش باص ما نعرفش اللغة العربية كيف شواني نهضر لك فهمت نه أنا فهمت قصدك واللي انت بتقوله ده ايضا دليل على انه يعني اله الاسلام غير عادل انه يعطي القرآن باللغة العربية احنا قلنا في الحلقة اللي فاتت فاكرر ما قلت في الحلقة اللي فاتت انت بتقول الحمد لله على نعمة الاسلام لكن غيرك ملايين البشر ما بيعرفوش يتكلموا عربي هيعرفوه ازاي فاللي انت بتقول عليه نعمة هو نقم على الاخرين فاديك انت هو انتش عارف تتكلم عربي فادك بايه بقى الاسلام القرآن العربي يعني طيب انا بشكرك يا عمر ربي باركك طيب الخط قطع يمكن طيب يعني مدخلة عمر دليل على اللي احنا بنقوله فيه انفصال بين المسلم العادي الانسان البسيط فاكرين فيه يعني فاكرين كان فيه فيديو حطناه يمكن مرة على حلقة من حلقتنا وفيه ناس بوسطة الشيوخ رايحين يعملوا يمكن بيدعوا الناس في قرية ولا حاجة وبيسألوها صلي على النبي فتقوله صلى الله عليه وسلم ولا حاجة اللهم ما صلي عليك يا نبي فيقولها طب اسم النبي ايه تقوله مش عارف بتصلي على واحد ده مش عارف اسمه ولا هي عارف يعني ايه صلى الله عليه وسلم ولا اللهم ما صلي عليك يا نبي عادة كلام فقط دي مش غلطة الناس دي مش غلطة البشر ولكنها هي الخطأ في التصميم الأصلي لأنه الشيطان كان عايز يكسر العلاقة مع الله الخطة الأصلية اللي الله رسمها علشان يكون هو الوحيد يسوع المسيح الوصلة بين البشر والله الشيطان حاب أنه يكسرها بالمفاهيم الإسلامية اللي لغبطت عقلنا دي خلينا نروح للنقطة الثانية ايه معنى الصلاة عليه كتير جدا من التفسيرات شيوخ كتير يعني في شخص بيبعث لي دلوقتي بيقول لي الصلاة على النبي هي سبب تركي للإسلام يعني أخونا أنت بتكتب لي لو سمحت اتصل ونقدر ندخلك تعمل مدخلة طيب معنا الدكتور دكتور عابر أهلا بيك أخونا تفضل أهلا بحضرتك سلام المسيح معاك أخوي تفضل سلام ونعمة إزاي حضرتك أهلا بيك أنا طبعا دكتور مصري أزهري عبرت من 2019 أنا كنت باحثة في الأديان والمذاهب يعني أشكر الله عبرت إلى النور زي ما قلت قبل كده يعني ساقطني الروح والقرس وشكر لله يعني المجد للرب إيه كان سبب التغيير ده في حياتك السبب الأساسي طبعا السبب الأساسي أنا يمكن كلمت أنا دخلت عملكم دخلاتي بورا من قبل كده أنا كنت واحد في المذاهب يعني ما كنتش بدور في الأديان يعني ما فكرتش أصلا أن أنا دور في الفرق بين الإسلام والمسيحية في الفرق بين النبي هنا والنبي هنا ما كانش هذا بحثي يعني نعم ولكن الطريق يعني اللي يبحث عن الحق حيصل إلى الحق يعني رب المد بيقول يعني أنه هو النور والحق والحياة من يتبعه فلا يبشي في الضم وفتش الكتب يعني بقول للمسلمين أنا بقول لك أي مسلم دلوقتي حيتفرج على البرنامج دلوقتي أو بعد كده فتش في الكتب فتش في القرآن لو فتشت في القرآن هتعرف يعني شوف أنا يعني مش هقول له فتش في الإنجيل لو فتش في القرآن هيجد السيد المسيح في القرآن يعني فيه دائما وهيجد ما يخالف السيد المسيح في القرآن بكل تأكيد لأنه القرآن جيه علشان يقدم ما هو ضد الله ما أنا هقول لحضراتك يعني مثلا في الموضوع اللي حضراتك بتتكلمي فيه فيه يعني ده من ضمن الحاجات اللي أنا بحثت فيها ويمكن أن أعمل فيها ورق كتير بس حكت بملخص بسيط يعني أو حاول لحضرتك ملخص بسيط للموضوع ده الصلاة على النبي أولا طبعا المسلمين لا يعلمون لا يعلمون ما معنى الصلاة على النبي مظبوط لا يعلمون محدش عارف كله بيألف أنا بقول دايما الخمس تاقات التدليس والتهييس والتأليف والترقيع والتخبيط المسلمين بيعملوا كده عشان يداروا اللي مش عارفين يفهموا للناس لأنهم مش فاهمين بدليل القرآن بيقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أنا بقى أقول لحضرتك الخلاصة بتاع الموضوع عشان إيه طب في دي أواحدة يا دكتور لأنه الخط عمالي يرن دي أواحدة أوكي أنا مع حضرتك تفضل لا حضرتك يعني يقولي الخلاصة في دقيقة واحدة آه في دقيقة في دقيقة إن هما سألوا المحمد قال له طب نصلى عليك إزاي قال قولوا اللهم صلى على محمد طيب هو أصلا الله يصلى عليه يعني في القرآن بيهو الله بيصلى عليه والله كلامه أزلي أبدي المفهوم هما يصلى عليه لإيه يعني طب هما هيطلوبهم طب هيطلوبهم الله يصلى عليه والله يصلى عليه يقول لك أصلا الله بيثني عليه يعني روشتني عليه مثلا الله في السماء قاعد يقول والله محمد ده كويس والله محمد ده حالو هذا الثناء يعني هذا هو الثناء مزبوط وهي جيد نقطة اللي جاية عندي دكتور وأنا سعيدة باتصالك والربي بركك واستخدمك أحب جدا أن احنا نفضل على تواصل فبعد الحلقة أنت اتصلت على واتساب لو سمحت ابعاتي تاكست وقل لي أنا الدكتور وحنتواصل بعد كده أشكرا الرب يباركك خليني أخذ قولولي لما يكون معنا المكالمة اللي بعد كده النقطة دي بقى اللي أنا عايز أتكلم فيها هي كتير من التفسيرات للناس الدكتور خالد المصلح بيقول أنه يعني بيقول لنا أول التفسيرات يعني إيه الصلاة على الرسول خلينا نشوف الفيديو ده اللهم صلي على محمد من العلم من يقول أنه قولك اللهم صلي على محمد قول الإنسان اللهم صلي على محمد هو يسأل الله لرسوله الرحمة فقالوا الصلاة بمعنى الرحمة وقالوا الصلاة بمعنى المغفرة وقالوا الصلاة بمعنى الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم في الملائل أعلى فإذا قلت اللهم صلي على محمد تقول يا الله أثني على نبيك محمد في الملائل أعلى كما جاء ذلك عن أبي العالية فيما روه البخاري رحمه الله في صحيح حيث قال الصلاة عليه ثناؤه عليه في الملائل أعلى هو مش دي اسمه رسول الرحمة برضو؟ هو السناء عليه والصلاة يعني الرحمة هو محتاج رحمة ليه لما هو رسول الرحمة اسأل نفسك هذه الأسئلة خليني أخذ المكالمة اللي جاي معنا الأخ عيسى من لبنان أهلا بيك أخي عيسى تفضل سلام المسيح سلام ونعمة لك أخوي تفضل أخي أماني من خلال أحب المسلمين بكلمة الله ونبي محمد نبي الإسلام إن الله وملائكته يصلون على محمد وآل محمد البعض قال إنها تبارك هو يبارك ولكن فيه نقطة كتير مهمة وهي عندما صعد محمد مع جبريل إلى السماء أو عرج وصل إلى مكان اسمه الصدر المنتهى أي العرش الإلهي عندما جاء محمد ليدخل قال محمد لجبريل تفضل أدخل قال له أنت أدخل قال له لماذا قال له إذا أنت دخلت اخترق ولكن إذا أنا دخلت اخترق أي محمد إذا دخل اخترق وجبريل إذا دخل احترق جاء محمد ليدخل فقال له جبريل توقف فإن الله يصلي ولكن سؤالي الأهم الله لمن كان يصلي أو إذا كان يتبارك أو هل كان متوضع أو هل كان متجه نحو القبل أترك التعليق إلى الأخباء المسلمين شكرا وربي بارك أشكرك يا أخي عيسى الدكتور ما فيت اسمه تاني المهم مش علي جمعة أحد الآئمة بيقول أنه الصلاة على الرسول هي التبعية فإنك تصلي عليه يعني تتبعه فما تقول الله اللهم صلي على محمد وعلى آلي محمد اللهم أتبع محمد وآلي محمد دي برضو صلعت في شيء كل التفسيرات أثناء الرحمة فخليني أشوف يعني إزاي السؤالي ليه يظل الله يصلي على شخص وأنت تصلي على شخص مات وانقطع عمله الإنسان عندما يموت يقطع عمله ما فيش حاجة اسمها أنه تتزود له حسنات بعد ما يموت عمله هو شخصيا راح انتهى فإزاي بقى ده بيحصل خلينا نشوف السلايد اللي جاي وشوف محمد قال إيه عن الموضوع قال له لا تجعل كده لا تجعله قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم يعني إيه يعني محمد حي فقولك لا محمد مش حي الحي الحي الوحيد بس هو المسيح مش كده طب بتوصلوا الصلاة ازاي محمد عايش بتوصلوا صلاة كل المسلمين ها هم هو فعلا كده ديليفري الشباب بيقولوا لي ديليفري هو ده الديليفري السريع بس ما كانش فيه انترنت على قيامه دلوقتي يمكن دلوقتي بقى أسرع كي بيقول كده إن من أفضل أيامكم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي قال قال كده ألوله يعني يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت ده انت موت خلاص يعني مش بس موت ده انت موت و يعني انتهيت قال بيقول كده يعني بيقولوا انت يعني بقيت رميم يعني 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 صرت رميمة مش عايز أقولها لكم كده يعني بالعربي يعني انسان أكلوا الدود خلاص قال إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء حد يثبتني النهاردة إن الله حرم على الأرض جسد محمد ما فيش حاجة ما فيش حاجة اسمها كده ولكن الأكبر الأدلة في هذا الموضوع لما مات محمد وسبوه أربعة أيام طلعت ريحته يعني بداية انه ابتدى يتحلل طلعت ريحته أربعة أيام سبوه طلعت ريحته مشكلة إنك ترد في حاجة من غير ما تفكر فيها وتفهمها الكلام اللي بيتقال ده شرك وكذب وفيه هذا الكلام إدانة لله نفسه انت انت بتقول كده إن الله بيضع مع نفسه أنداد خلينا نشوف الشعراوي بقى بيقول إيه شوف رأي الشعراوي في الموضوع هيقول لك قدي تفسيره يعني إيه الصلاة على النبي فضل الصلاة من الله لها معنى ومن الملائكة لها معنى ومن المؤمنين المأمورين بهذا معنى يبقى الصلاة من الله الرحمة والرحمة الشاملة والرحمة العامة تبقى الصلاة من الله الرحمة العامة المطلقة والصلاة من الملائكة الدعاء والصلاة من المؤمنين الاستغفاء طب لما هي الصلاة من الله هي الرحمة العامة المطلقة هو كل شوية يبدل يرحم رحمة عامة مطلقة ما خلصش طب لو رحموا رحمة عامة مطلقة ما هو يعني خلصت بقى مرة واحدة مش 500 مرة ده مش 500 مرة ده بلايين وبلايين وبلايين المرات المسلمين بيعودوا يقولوا فيها الكلام ده ولو انت قلت يعني انه اثارها عليك ان انت نفسك بتترحم موصلة من الله برضو لو الله بيصلي عليك ولا بيسلم عليك ولا بيرد عليك ولا بيغفر لك برضو هتبقى مرة واحدة لكن لانه الكلام اللي بيتقال هنا سمك لبن طمر هندي انت في هذا الموقع بيتكلم على موضوع الصلاة على الرسول في موقع اخر يكلمك على انه كل زنب ليك محسوب وانك هتقع في الصراط المستقيم مش عارف ايه وانك هتتشوي ازاي وان كلهم الا واردها انتبه لما يعني يقدم ليك الكلام لا يقبل على اطلاق من الملائكة الدعاء بيدعولوا ليه لما ربنا اطلق رحمته قردي عليه ومن المؤمنين الاستغفار وينه دي بقى الكارثة الكبرى اولا المؤمن لما بيقول كده فاكر انه هو يعني بيعمل صدقة يعني فكرة الصدقة الجارية لما حد يموت تقولك ايه افتح سبيل مية عشان مثلا الناس تشرب فيدعو للرجل اللي مات فياخد حسنات ما فيش الكلام ده الانسان يقف امام الله لوحده بذاته ان لم يكن يسوع المسيح في الواسطة انا بقولك كده وبقولك كده يا اخويا واختي المسلمين النهاردة اعمالك لن توصلك الى الله ولكن الله احبك حتى انه جه بنفسه علشان ينقذك لانه عارف انه طبيعتك لا تستطيع انه يعني توقفك امامه خلينا نشوف الفيديو اللي جاي بنستغفر لمين بقى الشعروي هيقول لنا والصلاة من المؤمنين باستغفار استغفروا ايه استغفروا انه رسالك لا استغفارهم لرسول الله استغفارهم لانفتهم ليه لان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء رحمة لهم ومدن جاء رحمة لهم ابقى كان يجب ان توقيره لا يغيب عن بالهم ابدا فهم ان استغفروا فاستغفارهم عن الغذلة عنه صلى الله عليه وسلم او عن انهم لم يتقدم سوق فيصل عليه يعني نقل الموضوع من الاستغفار هما المفروض انت لما تقول لهم صلى يسلم عليه يعني يغفر له وارحمه ده من يعني النقطة دي اللي هو بيقولها هو من وجهة نظره استغفاره ورحمة عليه ده معنى الصلاة عليه عند الشعراوي البقين بيقولوا حاجات تانية كتير لكن افتكرت هو عمر عبد الكافي هو اللي قال موضوع انه الصلاة على الرسول هي تبعية يعني انا بصلي عليه يعني باتبعه وبعدين في الاخر رح قال لك ايه واحنا من الاخر كده ما نعرفش يعني ايه الله يصلي على الرسول ما نعرفش لا نعلم لما تزنقهم هيقول لك الحقيقة ما عرفش يعني ايه بس هو كده هما قالوا لي كده قالول فالاستغفار بقى هنا بدل ما انت بتستغفر له احنا قلنا لو الله بيصلي عليه فالله هو اله الرحمة المطلقة يبقى باستغفر له ليه مدام رحمه يبقى غفر له مش كده لكن بقى حولها لانه ده الشعراوي بقى الفتاكة بقى حولها لانه انت بتستغفر على الزنب الزنب اللي استغفرك لي للرسول هو استغفار لنفسك على زنبك طب استغفار لزنبي مثلا اللي انا بعمله كل يوم العادي يعني الزنوب العادية لا ده بتستغفر لزنبك في انك لم تصلي عليه ولم تذكره بطريقة كافية محمد ازال الله من الصورة وبقى هو من يذنب اليه ومن اصبح يستحق الاستغفار كارثة نشوف السلايد اللي جاي ده عن ابي ابن ابي كعب بيقول كده بيقول كده بيقول كده انا كنت بصلي من في الليل فبيقول لمحمد يعني بيقول لانا كنت بقى وصلي من الليل فاجعل لك ثلث صلاتي فقال رسول الله الشطر يعني قال فاجعل لك شطر صلاتي قال رسول الله الثلثان اكثر قال يعني انت هتصلي بتدينينا تلت وتاخد انت التلتين فقال له الراجل طب بلاش اجعل لك صلاتي كلها قال رسول الله اذا يغفر لك زنبك كله اراد الصحابي الشرح بقى بيقوله اراد الصحابي ان يجعل من الليل وقتا معينا للصلاة على النبي فقال له لا انت هتصلي تاخد انت التلتين وانا التلت انت حسن مني يعني ادياني كلها فادهله كلها وطبعا ده كلام فاضي بس محمد بقى نفسه بيهدد الناس بقى ازاي بيقولك من ذكرت عنده فخطئ الصلاة علي خطئ طريق الجنة اذا ما صلتش علي منتاش داخل الجنة ولا حتشوفها تعلمنا احنا منه ان احنا نقول على الناس كده انت مش وش جنة انت مش شايف جنة ابدا بس محمد قالهم كده اللي مش هيصلي علي مش هيورد على جنة شوف الفيديو اللي بعد كده قال عمر ودخل مرة واحد علي فسألوه قال ذلك من الهلم المكنون ولولا انكم سألتموني ما قلت الله سبحانه وتعالى وكل بي ملكي فاذا صلى واحد علي قال الملكان غفر الله لك مش العجب هني لما واحد يصلي على سبنه يقوم الملكان يقولوا ايه غفر الله لك ويقول الله وتقول الملائكة آمين يا دي المصيبة ذلك يقولك ايه يعني حتى تصوير الحديث دخلوا يقولوا له يعني ايه الموضوع الصلاة عليك ده فقال لهم يعني يا الله لو ما كنتوش تحلفوا لو ما كنتوش سألتوني ما كنتوش قلتلكوا قصد ذلك من العلم المكنون طب انت ما كبتوش ما خلتوش مكنون ليه مش فاهمة عندوا ملكين ادهم له الهو كل ما حد يصلي عليه يقول له غفر الله لك وبعدين الله والملائكة يقولوا امين يا دي المصيبة عارفين امين دي التعريف بتاعه اسم فعل امر مبني على الفتح بمعنى استاجب تأتي في خاتمة الدعاء يعني الله بيقول امين لمين استاجب يا محمد ولا امين لمين دي كارثة يعني سيبكوا عن خرافة انه عندوا ملكين او ما عندوش ملكين هما الملكين هيكفوا كل بلايين البشر دول اللي عدوا من اول مجيئوا الى لدلوقتي يعني يعني حاجات كلها يعني افكار من محدودة بمحدودية المنطقة اللي هما كانوا فيها والفكر اللي هما كانوا فيه والخرافات اللي عاشوها وكل ده الملاكة والله يقولوا امين ازاي خليني اقول لكم يعني الكتاب المقدس فيه اية بتتكلم كده عن خليني اجيب الاية من هنا الاية بتتكلم عن انه الله بيقول كده في الكتاب المقدس انه هو النعم وهو الامين فبيقول كده فهو فيه النعم وفيه الامين لمدى الله بوسطتنا القديس يحنى ذهبي الفم بيقول كده ان الوعود تقوم فالله وتتحقق فيه وليس من الانسان هنا بيتكلم عن وعود الله انه الله يدي لك وعود وهو اللي بيحقق هذه الوعود بالرحمة بالبركة بالمعونة بانه يكون معاك في كل وقت وانه احنا كمؤمنين بيسوع المسيح بيسوع المسيح نقول انه هذه الوعود امين تتحقق في حياتي وحياتك وحيات الاخرين اللي بنصلي من اجلهم انما ان الله نفسه يقول امين على اللي انا بقوله او اللي انت بتقوله دي حاجة يعني لا طاليق حتى بالله يعني ما ينفعش الله بيقول لي مين استجب اذا كان ده المقصود خليني شوف الفيديو الاخير ربنا بيصلي يا ربنا والملاكة بتصلي بتبعي بتستهدف فبحنا نصلي ازاي بحنا قلنا ايه او قالك ثلاثني اننا نطلب احنا من ربنا يجد الطلع عليك وانا اكبر اعمل حاجة انت ثلاثك ان تطلب ممن هو اعلى منك ان يطلي على رسول الله لانه لا يوجد عطاء الهندي هو الدين لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال العلماء قالك تصلي عليه بس صلى عليه دي ما تجيش الا اذا كنت مسلم امامك له اوكي عارفين اما نقول وزيد النبي صلى دي انت بقى بتقول الاله الاسلام نفسه زيد زيد صلي انت مش بتعمل كفاية كمان اديه صلى الله يستحق اكتر من ما انت عايز تديله هو يستحق اكتر منك لانه محمد وضع نفسه في مكان اله الاسلام عارفين ليه الناس بتنزعج لما نتكلم على محمد لانه قله نفسه وارعبهم اللي 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 يغلط في محمد الله نفسه يقول انا مقدرش اغفر لك لكن تغلط فالله يقول لك انا اغفر لك بس دي انا مقدرش عليها عشان هي في ايد محمد مصيبة اختلاف العلماء في تفسير هذا الامر معنى صلاة الله عليه عمر عبد الكافي زي ما قلتلكم كده قال بصراحة احنا مش عارفين الكله اجتهد ولكن ما فيش يعني ما عنده مش حاجة ثابتة هو قال ده اتباع التاني قال لك ده رحمة ده قال لك مش عارف ايه في الملأ التعظيم وتكبيل ومش عارف ايه ثناء في الملأ في الملأ الاعظم الملأ الاعظم عارفين شغلة الملائكة في الكتاب المقدس يعني ليهم اعمال كتيرة لكن لما تيجي سيرة الملائكة بيعملوا ايه في حضور الله بيتكلموا عن الله بيقولوا كده قدوس 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 رب السبات الله نفسه القدوس الذي لا يعني لا يمثله شيء لكن محمد نقل ده وقال لك لأهم ما قاعدين يقولوا صلى الله وعلا مش عارفني ليه هل يمكن ان الله يجد من البشر واحد بس عمل جميع كل هذه الجرائم للبشرية ويقول انا هاختار ده اذا هذا ليس اله وليس بالرب المتكلم في الكتاب المقدس كل محد من المسلمين اجتهد في هذا الامر وجد نفسه امام معضلة اكبر النقطة الاخيرة اللي انا عايز اتكلم فيها هي برمجة العقول وهي اسلوب الخائفين الله في الاسلام اصبح محقق لرغبات محمد ومكرس لاعطاؤه المكانة ومحمد كان شخص رسالته كرسة لانه يعطي لنفسه اسم لانه نشأ في مجتمع ذكوري فقير ولم يكن له مكانة في مجتمع في مجتمع فحق عمل لنفسه مكانة من خلال تعاليمه وهذا الدين اللي طلع به لكنه كان خائف ودائم الخوف وده بيظهر في مواضع كتير جدا في حياته وفي وقت موته على الاقل يعني وما كانش بيقامن على نفسه في وسط الصحابة ولا في وسط اهل بيته لان من صحابته نفسه نفسهم ناس حاولوا يقتلوا 14 منهم وحتى اهل بيته في لحظات الاخيرة ولحظات الخوف الرهيبة اللي كان بيمر بيها كان خايف منهم وخايف ياخد منهم من ايديهم الدواء اللحظات اللي مر بيها يعني في مرض موته وعلامات كبيرة على خوف محمد اللي لحقه طول حياته انا عندي رؤية خاصة وبسيطة في الموضوع الصالح على ايدي اولا انها من ضمن خطة البرمجة انك تردد فما تبقاش فاهم انت بتقول ايه وده يعني بيحفر اهمية محمد واهمية ما علمه اهمية اتباع تصرفاته في عقلك من غير ما تعرف الناس اتعودت على ذكره فبقى ليه مكانة وهو لا يستحق هذي المكانة الجزء التاني انه كان خايف لانه كل ما قدم وكل ما ادعى لم يعطيه سلام حقيقي كان خايف ومرعوب في لحظاته الاخيرة وده ظهر في وقت موت عايز اقولك اخويا واختي ترديد اقوال وعبارات بلا فهم دمدمتها كده كان موجود في العبادات الوسانية ومازال للسيطرة على العقول البشر وعايزيني وعايزيني يفصلوكو عن الواقع خلينا نشوف الكتاب المقدس بيقول ايه حط سلايد الاخيرة دي الايات اللي من الكتاب المقدس بتقول كده انا انا الرب وليس غيري مخلص الله وحده يسوع المسيح الله الظاهر في الجسد في العهد القديم في سفر اشعياء بيقولك انا مخلص مين اللي يقدر يغير خطياتك او يغير شيء في حياتك الا الرب الواحد الرب قال اسمع يا اسرائيل الرب الهك اله واحد رب واحد اتبعه هو فقط ما تقدرش تضع معه شريك وصلي من اجلكم وسأواصل معكم بقية هذه الافكار في الحلقات القادمة الى اللقاء